جدل كبير بعد نقل جثمان تاسوني أنجيل باسيلي زوجة الكمس بشوي كامل قام نيافة الأنبى ديمتريوس مطران ملوي بنقل جثمان تاسوني أنجيل زوجة المتنيح الكمس بشوي كامل من مدافن الأسرة التابعة لجمعية التوفيق والسبات القبطية بالأسكندرية إلى دير البتول في ملوي بمزار خاص بها ويحتوي المزار على العديد من المقتنيات الخاصة بها مثل ملابسها والسيارة الخاصة بها وصورها وصور زوجها المتنيح القمس بشوي كامل وتم نقل الجثمان يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023 وكان قد ودع شعب الأسكندرية على رجاء القيامة تاسوني أنجيل زوجة أبونا بشوي كامل وذلك يوم 24 نوفمبر 2019 وفي تعليق للكاتب والباحث كريم كامل قال أن قرار نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنسينة والأشمونيين بإقامة مزار لتاسوني أنجيل زوجة المتنيح القديس القمس بشوي كامل وذلك بعد نياحتها يأتي تكريما لخادمة قديسة خدمة الكنيسة بكل أمانة سواء في حياة زوجها القمس بشوي كامل أو بعد نياحته حيث عاشت معه حياة البتولية وبعد رحيل أبونا القديس بشوي كامل وكان قد حدث جدل كبير واعتراضات كبيرة بعد نقل جثمان تاسوني أنجيل خلال الأيام الماضية وكان قد انتشر على صفحات السوشيال ميديا قرار المجمع المقدس في شهر مايو 2018 حيث أعلن المجمع المقدس عن عدم جواز عمل مزار أو مديح أو إبصالية أو أيكونة أو فيلم أو إطلاق لقب كديس لأي شخص قبل إعلان قدسته بوسطة المجمع المقدس فللمجمع المقدس فقط حق إطلاق لقب كديس على الشخص ومن دمن أسباب الجدل الواسع والاعتراض اللي حصل عند نقل جثمان تاسوني أنجيل وعمل مزار لها هي سلة القرابة بينها وبين نيافة الأنباء ديمتريوس لأن تاسوني أنجيل هي أخت نيافة الأنباء ديمتريوس بالجسد وأيضا هي أخت القمس بيجول باسيلي كاهن كنيسة القديس ماريموروس بفرانكفورت وأيضا هي أخت القمس كرولوس باسيلي بفلوريدا بأمريكا وأخت الراهبة يوستينا والراهبة أغابي بدير أبو سيفين للراهبات ترجمة نانسي قنقر